بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين والحمد لله على كل حال ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة حيث أنزلت إلينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك اللهم إنا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت أنت الواحد الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنابنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وأنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطل فليس دونك شيء اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره فأهل أنت أن تحبد وأهل أنت أن تعمد وأنت على كل شيء قدير اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم لك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق وصلوات الله وسلامه على خير خلق الله نبينا نبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمد بن عبد الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون الأبرار التحيات لله والصلوات والطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفعنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانسرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانسرنا على القوم الظالمين أنت مولانا فانسرنا على القوم المفسدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد رب جعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفل لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفل لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما عطيت وقنا واسرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك ولا يظل مواليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما عطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونخفض نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم إنك عفو كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر عداء الدين اللهم وفقنا لما تحبه وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما بقيتنا واجعله الغارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلت علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو إسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافية الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعسيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الصادقين واجعلنا من الصابرين واجعلنا من المهدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا واسعا وشفاءا من كل دا اللهم آت فنآت نفوسنا تقواها اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت بليها ومولاها اللهم فرج هم المحمومين ونفس كرب المكروبين وقد الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدعن لا ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته اللهم تقبل منا صلاتنا اللهم تقبل منا صيامنا اللهم تقبل منا قيامنا اللهم تقبل منا دعاءنا اللهم لا مانع لما عاطيت ولا معتيا لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور سدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وارحمنا وارحمنا فإنك خير راحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين اللهم توفنا مسلمين اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نداما ولا مفتونين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام اللهم أعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وازدنا ولا تنقسنا فأكرمنا ولا تهلنا اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى اللهم حرر المسجد الأقصى اللهم انسر إخواننا في فلسطين اللهم انسر إخواننا في فلسطين اللهم انسر الإسلام والمسلمين في فلسطين اللهم انسر الإسلام والمسلمين في كل مكاني يا رب العالمين اللهم انسرهم نسراً عزيزاً اللهم اسألهم انسر المستدعفين في كل مكاني يا رب العالمين يا الله يا الله يا أرحم الراحمن اللهم انسر المستدعفين في فلسطين اللهم انسرهم نحن لاتقل؟ اللهم انسرهم نسرهم في فلسطين في 없어 نذاك هذه vịة Guy رسوله ألعى ما اتمنى فركه يا الله لديه يا الله إلى من كل واقتفنا يا الله أتمنى의 أطلالنا يا الله أتمنى نهارة عائلة أميزة يا الله أتمنى نهاراتنا يا الله أتمنى نيكواتarms وع Such animales وبcias ربعنا نهاراتنا يا الله كل شف убийبنا من الفياس يَا اللَّهُ مَغْفِرْهِ يَا اللَّهُ Yeah Allah forgive our parents sins Ya Allah there are many amongst us whose parents have passed away Ya Allah there are many amongst us whose parents have left this world Ya Allah each and every one of us whose parents have passed away يا الله الله عبر 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 الله ع يا الله يا الله there are so many amongst us whose parents are still alive يا الله grant our parents a long and a healthy life يا الله grant our parents a long and a healthy life يا الله grant them a life of sihhah and afiyah يا الله grant us all the ability to do the khidmah of our parents يا الله grant us all the ability to serve our parents يا الله grant us all the ability to do those good deeds for our parents that will make our parents remember our names in their du'as. Ya Allah, our parents' du'as are so powerful, they are so great. Ya Allah, the Jannah lies beneath the feet of our mothers and our parents are at the door to paradise. Ya Allah, grant us this entry into paradise. Ya Allah, through our parents, grant us Jannah tul firadawus. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, protect our youth. Ya Allah, protect our children. Ya Allah, protect the youth of this day and age. Ya Allah, our youth have turned away from this beautiful religion of Islam. Ya Allah, they are going in the opposite direction. Ya Allah, our youth are indulged in drugs. Ya Allah, they are indulged in music. Ya Allah, they are indulged in zina and talking to girls. Ya Allah, they are indulged in knife crimes and in guns. Ya Allah, protect our youth. Ya Allah, Ya Allah, put the love of this beautiful religion of Islam in the hearts of every single one of the youth. Ya Allah, fill up our masjids with not only the elders, not only the elders, but the young ones too. Ya Allah, fill our masjids with the young ones. Ya Allah, they are our future. Ya Allah, protect them and our future. Ya Allah, protect them and the Muslims that are yet to come in the future. Ya Allah, make our children a coolness to our eyes. Ya Allah, make our children a coolness to our eyes. Ya Allah, make our children hafidh of the Qur'an. Ya Allah, make them alim of the deen. Ya Allah, make them da'i ila Allah. Ya Allah, protect us and our youth. Protect every single one of us from black magic. Ya Allah, protect every single one of us from jadu. Ya Allah, protect every single one of us from all evil and all hardships. Ya Allah, all of those that are ill, all of those that are bimar, grant them a full and a swift recovery. Ya Allah, grant them mukemmal shifa. Ya Allah, grant them such a recovery that the illness never ever returns to them in their life. Ya Allah, Ya Allah, we have lost so many during this pandemic. Ya Allah, we have lost so many during these tough times. Ya Allah, I know so many who have lost loved ones and close ones and dear ones. Ya Allah, each and every single one of us who have lost a close one or a loved one or a dear one in these current times. Ya Allah, grant them all jannatul firdaus. Grant them all jannatul firdaus. Ya Allah, grant them all the highest ranks in paradise. And make their graves a garden from the gardens of paradise. Ya Allah, all of those that have fallen into a bad situation, all of those that are going through a tough time or fallen into a hardship, Ya Allah, make these tough times go. Ya Allah, replace these bad days with good days. Ya Allah, all of those who are depressed, Ya Allah, make this depression go from their life. Ya Allah, all of those who are looking to get married, make it easy for them to find a righteous spouse. Ya Allah, make it easy for them to find a partner who will work hand in hand and make their levels of iman strengthen. Ya Allah, make them find a spouse or a righteous partner who will make their connection with you stronger. Ya Allah, that is the ultimate goal of this life, to make our connection strong with you. Ya Allah, make our wife the reason for our connection with you to become stronger. Ya Allah, all of those who are married and do have kids, Ya Allah, bless them with kids. Ya Allah, bless them with pious offspring. Ya Allah, all of those who are married and have kids, Ya Allah, make our children a coolness to our eyes. Ya Allah, accept this masjid. Ya Allah, accept this madrasah. Ya Allah, all of the salah and all of the dua and all of the dhikr and all of the durood that has been prayed and sent in this masjid. Ya Allah, accept it all. Ya Allah, make it a means of our salvation on the day of judgment and make it a means of our entry into Jannah al-Firadus. Ya Allah, there are so many that donate towards this masjid and that will donate in the future, inshaAllah. Each and every Muslim brother or sister that has donated towards this masjid, Ya Allah, accept their donation. Ya Allah, accept their donation. Ya Allah, put barakah and shower your mercy and your blessings upon each and every single one of them. Ya Allah, not only them but their entire families and in their households. Ya Allah, fill our homes with muhabba. Ya Allah, fill our homes with love. Ya Allah, fill our homes with peace and sukun. Ya Allah, all the good things that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam asked why in his dua grant us all of those things and all of the things that he asked protection from. Ya Allah, protect us from all of those things. Ya Allah, there are so many brothers who have just come especially for this dua. all of those that have travelled, Ya Allah, each and every millimetre that they have travelled just to take part in this dua, bless them. Ya Allah, reward them. Ya Allah, shower your mercy and your blessings upon them and their entire families. And for all of those brothers that have been with us from the beginning of Ramadan up until today, Ya Allah, grant them the best in this world and in the hereafter. Ya Allah, grant them goodness in this world and in the hereafter. Ya Allah, grant them goodness in all stages of their life. Ya Allah, Ya Allah, accept this dua. Ya Allah, hear this dua. Ya Allah, Ya Allah, one thing that we have learned from this pandemic, one thing that we have learned from losing so many people is that nothing is certain in this life except death. Ya Allah, Ya Allah, grant us all a death whilst we are Muslims. Ya Allah, don't call us at a time when you are angry with us. Ya Allah, don't call us at a time when you are not pleased with us but rather call us at a time when you are happy with us. Ya Allah, call us at a time when you are pleased with us. Ya Allah, call us at a time when we are busy in doing your worship. Ya Allah, Ya Allah, grant us a death in Ramadan. Ya Allah, grant us a death On the blessed day of Jumu'ah Ya Allah grant us a death In the blessed lands of Medina And Ya Allah When it is our final Seconds to leave this world Grant us all the ability To recite the kalima Everyone La ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam Ya Allah Make every single one of our graves A garden from the gardens of paradise Ya Allah On that day of judgment Grant us the shade of your throne Ya Allah When the sun will be directly above our heads And people will be sweating People will be flooding in their own They'll be drowning in their own sweat Ya Allah On that day Grant us the shade of your arsh Ya Allah Grant us the shade of your throne Ya Allah Ya Allah On that day On the day of judgment When our book of good deeds and bad deeds Will be placed on the scale Make our good deeds Outweigh our bad deeds Ya Allah Make our good deeds Outweigh our bad deeds Ya Allah Order the angel Who will be taking care of us To take us to the doors of paradise Ya Allah Order the angel To take us towards paradise Ya Allah Grant us paradise Behind none other than our beloved prophet Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Make us from that first group of people Who will enter paradise Behind our beloved prophet Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Ya Allah Grant us the highest ranks in jannatul firados Ya Allah Ya Allah Fill our hearts with the love of this beautiful religion of Islam Ya Allah Fill our hearts with the love so that we can pray salah Ya Allah Fill our hearts with the love so that we can give more zakah Ya Allah Fill our hearts with the love so that we can give more sadaqah Ya Allah Fill our hearts with the love so that we can send more durood and remember you Ya Allah Ya Allah Everything that I have asked for until now grant us all of those things All of the things that I was supposed to ask for and I should have asked for and I haven't asked for Ya Allah grant us all of those things Ya Allah So many people, so many people have asked me to make a dua for them Ya Allah you know each and every single individual that has asked me Ya Allah You are alimul ghayb You are alimum bidhaatis sudoor Each and every person that has asked me specifically to make dua for them Whatever they wish in their hearts Ya Allah grant them it Ya Allah grant them each and every single thing that they wish Ya Allah whatever they yearn for Whatever they are looking forward to Ya Allah grant them all of those things Ya Allah all of those that have their own businesses All of those that have their own family businesses Ya Allah make them all a success Ya Allah put barakah and put barakah and shower your mercy in their in their businesses Ya Allah put barakah and blessings in our sustenance and in our rosie Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah accept this masjid Ya Allah accept this madrasah Ya Allah all the students and all the teachers that take part in this masjid and this madrasah And all of the colleagues that work and behind the scenes They make the effort for this masjid and this madrasah Ya Allah bless them all Ya Allah bless them and their families Ya Allah grant them goodness in both this world and in the hereafter Ya Allah there are so many who provided iftari throughout this whole month of Ramadan Ya Allah grant them goodness in this world and in the hereafter Ya Allah from the one who provided dates And from the one who gave the plates and the spoons To the one who gave me water Who gave me tea every single day So that I can read properly in tarawih Each and every single one of them Them and their families Grant them the best in this world and in the hereafter In every stage of their life Ya Allah help them Ya Allah shower your mercy upon them and their families Ya Allah now I'm gonna give the opportunity to the brothers behind me to make their own du'as Ya Allah before they make their du'a Ya Allah we ask you again on this blessed night Ya Allah in this blessed month Forgive every single one of our sins And Ya Allah whatever the brothers ask for Ya Allah don't hesitate to grant them whatever they ask Ya Allah accept every single one of their du'as Ya Allah protect Al-Aqsa Ya Allah protect Al-Aqsa Ya Allah protect our Muslim brothers and sisters in Palestine Ya Allah protect Al-Aqsa and our Muslim brothers and sisters there Ya Allah those that are oppressing them Those that are doing this to them Ya Allah if hidayah is written for them Then grant them hidayah as soon as possible But Ya Allah if hidayah isn't written for them Then grant them the worst and the punishment that they deserve in this world and in the hereafter Ya Allah punish those who are doing this to our Muslim brothers and sisters Ya Allah wherever they are in the world bring bad upon them Ya Allah bring bad upon them Ya Allah those that are oppressing our Muslim brothers and sisters Ya Allah punish them in this world and in the hereafter Ya Allah give them back what they are giving to our brothers and sisters Ya Allah give them worse in return for what they are giving to our Muslim brothers and sisters Ya Allah all of the Muslims who are suffering Not only in Palestine but all over the world Ya Allah remove their suffering Ya Allah all of the orphans and the widows that are suffering all over the world Ya Allah make it easy for them Ya Allah grant them the best in this world and in the hereafter All of those that are in the charity sector and they are doing their bit Ya Allah reward them وصل الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين وصل الله تعالى على خير 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 شكرا